إلى شأن الحضرمي ترأس محافظ حضر موت الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الخيري لمناقشة الخطط التي سيعمل على تنفيذها الصندوق لتقديم المساعدة لمواطني المحافظة واستمع المحافظ البحسني من نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق حضر موت الخيري الشيخ محمد البسيري وأعضاء المجلس إلى شرح مفصل حول عمل المجلس خلال الفترة الماضية وما سيقدمه الصندوق من مساعدات في مرحلته الأولى لعشر بالمائة من سكان حضر موت الأكثر احتياجا من خلال تقديم الإعانات النقدية والسلة الإغاثية إلى جانب عملية التمكين والتأهيل للأفراد وأوضح المحافظ البحسني أن المخابز الخيرية التي أعلنت عن إنشائها الصطة المحلية بحضر موت عبر صندوق دعم الشباب سيتم العمل على إنشائها قريبا وستوزع في مرحلتها الأولى على مدينة المكلة ومن ثم الشحر وغيلبا وزيرة ومينا أنه سيتم الاتفاق مع بعض المخابز القائمة من خلال تقديم الدعم وتسهيلات لها كحل سريع وعاجل لتقديم الخبز والروتي بأسعار مناسبة للمواطنين تم التوجيه أنه خلال هذا الأسبوع سيبدأ التوزيع سواء كان مواد عينية أو خيرية فيما يخص المخابز أيضا تم إقرار خمسة مخابز سنبدأ بمدينة المكلة ثم الشحر ثم غيلبا وزير وسنتعاقد حتى تتم إنشاء هذه المخابز سنتعاقد مع مخابز قائمة الآن حالية بشروط أن نقدمها مساعدات ونقدمها معاون بحيث يوفر الخبز ووفر الروتي للمواطنين أعتقد أن أمور من الإجراءات في السمك أيضا تجري الآن على وشك خلال يومين إن شاء الله سنصلى حل في موضوع السمك وسيفتع السمك في الأسواق الرئيسية بأسعار مخفضة جدا اليوم هذه هو الإتماع الأول لميلس إدارة صندوق حضرموت الخيري ترأس الأخ فريس سالمين البحثي محمد محمد حضرموت قائد منطقة العسكرية الثانية وهذا الصندوق إن شاء الله سيغطي كل حضرموت على مستوى 28 مديرية العمل سيكون بشكل شفاف وواضح بحيث أنها يغطي 10% الآن في المرحلة الأولى من 100 سكان حضرموت كل مديرية بتحصر نصيبها على حسب الكثافة السكانية صندوق حضرموت الخيري في اتياهين الاتياه الأول هو عملية المساعد المباشرة للأسر الأكثر احتيائية والجانب الآخر هو دعم الأسر الأكثر احتيائيا في جانب التمكين